الثقافة ليست طرفاً في حياتنا أو مجرد كمية معلومات نحفظها كل معلومة في التاريخ، الجغرافية، العلوم، الفلك، التقنية واللغات تزيد من رصيدك المعرفي وتدعم مسيرتك المهنية والاجتماعية إليكم خمس تطبيقات مميزة لإطراء المعرفة والثقافة الشخصية أهلاً في أبتكار ونبدأ مع تطبيق اقرأ لي للاستماع إلى المحتوى العربي من كتب ومقالات عربية كالروايات والكتب السياسية والدينية وأيضاً التاريخية وأنواع أخرى من الكتب بالإضافة للمقالات من الصحف العربية والعالمية ومواقع إخبارية متنوعة كما يوجد قسم للصحافة الرياضية العربية والدولية يضم التطبيق على أكثر من 15 ألف قطعة صوتية وللأطفال نصيب يوجد قصص مسموعة للأطفال التطبيق متوفر مجاناً على أندرويد وآيو اس ثانياً تطبيق المكتبة الشاملة إذا كنت تبحث عن مكان لقراءة الكتب مجاناً فهذا التطبيق ستجد فيه ما يرديك ألاف الكتب متوفرة مجاناً مع مميزات كثيرة مثل إعادة ترتيب الكتب وإضافة أقسام جديدة وحثم مجموعة أو قسم كامل وأيضاً سهولة الاستخدام دون الحاجة لشرح وأيضاً تتوفر ميزة البحث الشامل والسريع عن الكتب أو الكاتب بكل دقة في الأقسام المتنوعة وميزات الاحتفاظ بالكتب على ذاكرة الهاتف وأخيراً يمكن المستخدم مشاركة مقاطع من الكتب عبر الرسائل والبريد وتويتر متوفر على أندرويد وآيو اس مجاناً ثالث التطبيقات هل تعلم؟ تطبيق يحتوي على الكثير من المعلومات العامة والثقافية بصورة سريعة ومختصرة دون تعقيد ويمكن حفظ المعلومات المفضلة على التطبيق سهل الاستخدام مع توفر ميزة المشاركة على الشبكات الاجتماعية لأي معلومة لفتت انتباهك التطبيق متوفر مجاناً على أندرويد أما آيو اس فهناك تطبيق شبيه بالمميزات تقريباً ويحمل نفس الاسم بالإضافة لقسم المعلومات الإسلامية ويتميز بتصميم هادئ وجميل والتبديل بين المعلومات بمجرد هز الجهاز أو الضغط على زر معلومة أخرى كلا تطبيقين متوفرين بشكل مجاني رابعاً مع تطبيق أسرار اكتشف الأسرار الغريبة وألغاز الحياة بصورة ثقافية ممتعة ويضم أحدث الدراسات العلمية من خلال فريق أسرار المؤلف من مجموعة أخصائيين اجتماعيين ونفسيين مع باحثين وصحفيين ويحرص الفريق على اختيار ونشر أحدث وأهم الأبحاث والمقالات التي توصل إليها العلماء والخبراء للمساعدة في حل المشاكل وصقل الشخصية بالخبرات وزيادة المعرفة يتميز التطبيق بسهولة الاستخدام والبحث عن الكلمات ومشاركة المعلومات على الشبكات الاجتماعية التطبيق مجاني على أندرويد وآيو اس خامسا بما أننا في الشهر الكريم نختتم الحديث عن تطبيق قصص الأنبياء يعرض تطبيق قصص الأنبياء عليهم السلام حسب الترتيب الزمني ابتداء من سيدنا آدم عليه السلام حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأيضا يمكن ترتيب الأسماء بالترتيب الأبجدي وعرض المعجزات مع ميزة سماع القصص صوتيا أو مشاهدتها بالفيديو ويمكن مشاركة القصص عبر الشبكات الاجتماعية التطبيق متوفر مجانا على أندرويد وآيو اس لكن هناك نسخة كاملة مدفوعة بدون إعلانات وشاملة لجميع القصص بالصوت والفيديو مع إمكانية تنزيلها على الهاتف انتهينا من عرض تطبيقاتنا الخمس لهذه الحلقة شاركونا أفكار حلقات لتطبيقات وألعاب وسنقوم بعرضها مع توجيه الشكر لكم بالاسم إلى اللقاء موسيقى اشتركوا في القناة